ما سبب زيارة أو في هذا التوقيت تحديداً زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة في لقاء ثنائي ليس ثلاثياً ليس رباعياً مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً زيارة دي معادها مهمة جداً لازم نحط عليها سبوت قوي جداً لأنها قدرت أنها تأخذنا للخطوة الثانية نحن في مصر لما قدمت مبادرة لوقف يطلق النار وأتمنى طبعاً بعد كده تتزاعي معنا مبادرة لوقف يطلق النار اللي هي من ثلاث مراحل كانت البداية بتاعتها من أن نحن في خطوات فيها تتعمل منها في الكاميرها الأولى أن يبقى فيها حكومة تكنوكراط فحكومة التكنوكراط دي هتكون بعيدة عن زي ما كانت المبادرة مقدمة يعني أنه مش هيكون فيها أي فصائل فلسطينية لا فتح اللي هي السلطة فلسطينية ولا حماس ولا جهاد ولا غيرها فمعنى كده أن المبادرة رفضت يعني هم قالوا لا إحنا كده مش هنكون في الصورة اللي هي حركة فتح والسلطة فلسطينية فهم رفضوا المبادرة واعترضوا عليها لغاية لما المصر عدلت من هذه المبادرة بتعديل تاني في مرحلة أولى أن هم شالوا البند ده وقالوا أن احنا نعمل حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية وده اللي مقدمة دلوقتي حركة فتح أو السلطة فلسطينية أن يدخل كممثل وحيد لسلطة فلسطينية السلطة ويدخل معها عناصر من حماس وعناصر من الجهاد ويشكلوا كلهم مع بعض حكومة موحدة تتكلم باسم الفلسطينيين بالكامل